هذا وأعلنت فصائل فلسطينيتهم في قطاع غزة اليوم بدء فعاليات إحياء الذكرى الثانية والسابعين لنكبة فلسطين وينضم إلينا بالخصوص من غزة مرسل الغد حازم البنة حازم ما هي الفعاليات في القطاع اليوم مع بدء إحياء الذكرى النكبة؟ نعم صباح الخير بطبيعة الحال هذه الذكرى التي تمر على الفلسطينيين تستحضر مدى صمودهم في ذكرى الثاني والسابعين لنكبة الفلسطينية وتهجيرهم من أراضيهم ومدى تمسكهم بالهوية الوطنية الفلسطينية وأيضا مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي وهذه الانتهاكات المستمرة على مدار 72 عام ربما في مثل هذا اليوم كانت حدود قطاع غزة مشتعلة بمسيرات العودة ومئات وألاف المتظاهرين الذين سقط منهم وارتقى منهم شهداء كثر عشرات الشهداء سقطوا في ذكرى يوم النكبة قبل عامين وذكرى أيضا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لذلك خصص هذا اليوم لمؤتمر صحفي سيكون للجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة سيتم الإعلان فيه عن برنامج فعليات ذكرى النكبة والتي ستكون غالبيتها كما ذكر على منصات التواصل الاجتماعي والتذكير مرة أخرى بأهمية وهوية الأرض الفلسطينية سيكون أيضا في هذه الأوقات جلسة للمجلس التشريعي نواب من حركة حماس وبعض النواب الأخرين سيكونون في ذكرى النكبة سيطلقون مجموعة من الرسائل السياسية للبرلمانات العربية والدولية والتذكير بخطورة المخططات الإسرائيلية التي تجري اليوم على قدم وساق لالتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية ربما واقع فيروس كورونا وحالة الحجر الاجتماعي العام وحالة الطوارئ تفرض الحد من الفعاليات الموسعة التي كانت في السنوات الماضية معتادة مثل المسيرات الشعبية والتجمعات وأيضا المظاهرات على حدود قطاع غزة هذا كله سيختفي وسيتم التركيز على إطلاق هذه الحملات سواء عبر الإذاعات الفلسطينية أو عبر القنوات الفلسطينية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وإطلاق مجموعة كبيرة من النشطاء سيطلقون رسائل إلى العالم لضرورة الالتفات أكثر لهذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة وسيكونون أيضا أمام رفع للأعلام الفلسطينية والريات السوداء فوق أسطح المنازل طبعا هذا الأمر سيتم مع صباح يوم الغد الخامس عشر وبالتالي سنكون أمام جملة من الفعاليات التي ستكون داخليا مخصصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المؤتمرات الصحفية وربما بعض ورش العمل التي أيضا ستكون عن بعد وتتحدث عن ذكرى النكبة الفلسطينية ربما هذا واقع الحال هنا في قطاع غزة على محدودية الفعاليات كما ذكرت وجلسة للنواب المجلس التشريعي سيتم من خلالها إبراز أهمية هذا اليوم وضرورة إطلاق مجموعة من الرسائل للداخل الفلسطيني تتعلق بأهمية أن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية في ظل هذه المخططات الخطيرة هناك لقاء للقيادة الفلسطينية سيكون يوم السبت المقبل دعية بعض الفصائل إليه رفضت حركة حماس على الاعتبار بأن مثل هذه اللقاءات ربما لا تحمل جديدا ولكن مناسبة هذا اليوم مناسبة هذه الذكرى تفرض على الجميع كما تقول الفصائل الفلسطينية أن يكون هناك تبني الاستراتيجية وطنية يعني موحدة تجمع الجميع على الاعتبار بأن المخاطر جسيمة وكبيرة وتتطلب وحدة موقف ووحدة في الصف أيضا اتضحت الرؤية حازم البنة مراسل وغاد كنت معنا من غزة شكرا لك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر